القبض على البلوجر روكي أحمد بتهمة التحريد على الفسك والفجور والفيديوهات والمقاطعة التي تسببها في القبض عليها وحبسها قررت النيابة العامة حبس البلوجر روكاية أحمد الصافي المعروفة باسم روكي أحمد لاتهمها ببس ونشر فيديوهات خدشة للحياء العام والتحريد على الفسك والفجور أربعة أيام على زمة التحيات وكتل أجهزة الأمنية ألقت القبض على البلوجر روكاية أحمد الصافي المعروفة باسم روكي أحمد بالقاهرة الجديدة بتهمة التحريد على الفسك والفجور ورصدت للأجهزة الأمنية في فيديوهات خدشة تحص على الفسك والفجور عبر مواقع تواصل اجتماعي تيك توك وفيسبوك وانستجرام للبلوجر روكي أحمد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمة وكتشارة روكي أحمد وتعرفت على مواقع تواصل اجتماعي وليها عدد كبير من متابعين سواء على تيك توك او على انستجرام والحد يناكن الفيديو خلص الى اللقاء فيديو جديد وخبر جديد